السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في هذا الدرس بدنا نتعرف بشكل سريع جداً على واحدة من أهم التركيبات الأساسية في لغة الجافا سكريبت وهو الإيفنس وش المقصود بالإيفنس عشان نفهم وش المقصود بالإيفنس خلينا بس نفهم فعلياً إشلون تتم ترجمة الصفحة الخاصة يعني خلينا نقول صفحات الجافا سكريبت عندي الصفحة بالشكل هذا فعلياً المترجم يأخذها سطر سطر الوضح هذا سواء كان في الـ HTML أو في الجافا سكريبت قلنا نحن سابقاً أن نحن عندنا في الصفحة في عندنا منطقة الهيد وفي عندنا منطقة البادي فلو حطينا الكود حقنا حق الجافا سكريبت في منطقة الهيد ممتاز معناه أن أي منطقة أو أي شيء هنا ما رح يقدر يستفيد من الكود اللي موجود هنا ليش؟ لأن فعلياً دائماً فائدة الكود اللي هنا توصل إلى حد الكود أو اللي أعلى منه فقط تمام؟ لكن لو كان هنا لا النقطة الثانية لو حطينا الكود عندنا دائماً في الأخير معناه أن الكود اللي أنا رح أحطه رح ينفذ مرة واحدة فقط وهذا ما هو فعلياً الشيء اللي إحنا نحتاجه في أغلب البرمجيات الحالية أغلب البرمجيات الحالية معناه أني أنا إذا حصل حدث معين أنفذ الكود حقي أنا ما أبغى أنفذ الكود حقي بشكل مباشر بالشكل هذا رح يتم تنفيذه بشكل مباشر وهذا ما هو دائماً اللي هو السيناريو اللي إحنا نحتاجه اللي إحنا نحتاجه أن إذا يوزر ضغط على زر معين أن نفذ عملية معينة إذا عندي تاق معين تحمل أنفذ حدث معين عشان كده جيناً وسميناها events أو الجهة في سكريبت تعتبر تعتبر من اللغات اللي هي events based بمعنى أني أنا أكتب الكود صحيح سواء حطيته هنا أو حطيته هنا لكن ما أبغى ينفذ بشكل مباشر أو كل الكود ينفذ بشكل مباشر جزء منه أبغى ينفذ في حال حدوث حدث معين زي مثلاً ضغطة زر أو جهت الفارة على اللي هو منطقة معينة أبغى ينفذ اللي هو حدث معين فمهم جداً نحن نفهم الطريقة اللي موجودة في events مثلاً من بعض الأمثل على events لما تتحمل الصفحة بالكامل وهذا عادةً يكون مرتبط بالتاق الخاص بالbody لأن الصفحة فعلياً جميع المحتوى اللي في الصفحة يوضع في منطقة البودي لما يكون عندي فورم مثلاً معين مثلاً خنا نقول حق اليوزر نيم وفيه البوكس الخاص بإدخال اليوزر نيم لو تغير أبغى نفذ حدث معين دائماً أشهر حدث موجود هو لما أضغط على زر معين ممكن أنفذ شيء معين لما أجي أقف الشاشة مثلاً أمسح الكوكيز تمام؟ فدائماً وجود الإفنس مهم جداً في تعاملنا مع الاتجتمل والجافا سكريبت الصيغة العامة لطريقة كتابة اللي هو الإفنس أو استخدام الإفنس في الجافا سكريبت هو التالي هذا اسم التاج أكتب اسم الإفنس واللي راح نشوفه بعد شوي بعدين نشيل الكود حق الجافا سكريبت اللي نحن نسويها على الغالب في أغلب الأحيان نحن نسوي فونكشن في المنطقة هذي يكون في استدعاء للفونكشن الإفنس هي الإفنس اللي موجودة في الجدول هذا طبعاً راح نتعرف على عدد من الإفنس لما نجي نتعامل مع اللي هو الدوم في الشابتر القادم بإذن الله تعالى لكن نيجي على اللي هو الإفنس اللي موجودة أو أشهر الإفنس اللي موجودة أول واحد منهم on change بمعنى أني أنا أكتب في المنطقة هنا الإفنس هذي أكتب on change فهذا فعلياً فيه زي الليسنر موجود داخل اللي هو البراوزر إذا حدث تغيير تلقائية راح يستدعي الدالة اللي موجودة هنا خلينا نشوف المثال اللي قدامنا هنا بعدها نرجع نكمل اللي هو الإفنس اللي موجودة المثال اللي هنا حاط زر عادي وقال إذا تم الضغط على الزر هذا نفذ الأمر هذا طبعاً الأمر هذا ممكن يكون عبارة عن كود جافة سكريبت عادي أو ممكن استدعاء الفونكشن زي ما قلت الشي اللي بيسويه هنا أنه بيغير المحتوى حق البراغراف هذا بيخليه يحتوي على التاريخ زي ما شفنا في الشاشة اللي قدامنا هنا يعني أول ما يظهر الشاشة راح يظهر عندي بالشكل هذا ما في أي شيء لما أضغط على الزر راح يظهر عندي اللي هو التاريخ تحت الزر الحدث الثاني اللي يعتبر مشهور اللي هو الانكليك وهذا عند الضغط بزر الفارة أو باللمس على أحد العناصر اللي يكون مرتبطة به اللي هو التاريخ تحتوي على مرور على منطقة معينة بالفارة لما مررنا على منطقة معينة ثم نطلعنا من المنطقة هذي يكون on mouse out on key down لما يكون تم الضغط على أحد الأزرار في الكيبورد on load لما يتأكد تحميل الكائن هذا واللي على الغالب دائما زي ما قلنا نربطها مع ال body وعندنا on submit submit عادة يكون مرتبط مع النموذج فإذا تم الضغط على زر submit تلقائيا راح ينفذ في كثير من الأحيان الآن ما حد يستخدم ال on submit دائما يستخدمون بوتن عادي ويستخدمون ال on click event مثلا خلينا نشوف السيناريو اللي قدامنا هنا أو المثال اللي موجود قدامنا لاحظة أنه يحط لك الفارم وربط ال on submit مع الفارم لأن فعليا هذا السيناريو الحقيقي أنا ما هو بلازم يكون عندي أو ما رح أربط بالزر أنا أربط بالنموذج كامل ليش؟ لأنه هنا لاحظ أنه يستخدم ال input type اللي هو submit فتلقائيا دائما لما أضغط على زر submit لما يكون في عندي زر اسمه submit اللي هو طبعا تأكد أن ال type حقه submit لما أضغط على الزر هذا جميع البيانات الموجودة في الفارم رح يتم إرسالها أو رح يتم تنفيذ العملية اللي موجودة هنا بناء على الحدث اللي هو ال on submit تمام؟ وهذا بنشوف بعد شوية بدنا تعالى في التطبيق طبعا وش ممكن نحن نسويه؟ له على قولهم أول ما لا آخر ممكن نحن نغير في الخط ممكن نغير في المحتوى ممكن نستدعي صفحة ثانية ممكن نروح نجيب بيانات من موقع آخر نقدر نسوي اللي نبقى حتى تغير ال style نقدر نحن نغيره بعد الضغط على زر معين مثلا في المثال اللي قدامنا هنا هو غير اللي هو حجم الخط خلاه إلى 35 وبنشوفه بدنا تعالى مع بعض بعد شوي لاحظ النص كان بالشكل هذا لما ضغط هنا غير الموضوع بشكل كامل تمام؟ خلنا ننجي الآن على اللي هو جانب اللي هو التطبيق لو جينا هنا وقلنا هذه الرسالة أو هذا الكود اللي احنا كان عندنا لاحظني أنا كاتب الكود بحطه في ملف خارجي اسمه JavaScript.js تمام؟ الشي اللي أنا أبغى أسويها الآن أبغى أطبق أول شي أو خلني أورديكم عملية معينة بسيطة جدا وهو document.getElementById hello.html يساوي hello from لاحظة الآن لو جيت وسويت تحديث للصفحة الصفحة الأساسية موجودة فيها welcome page لاحظ تلقائيا ساوي override ليش لأن هذا ما كان مرتبط بأي حدث فنفذ لك إياها بشكل مباشر زي ما قلنا دعو أخذ الكود هنا نفذ السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس مشى مشى إليه هنا في welcome page سواها الآن يوم جاء هنا في المنطقة هذه هو يكتب على الأشياء زي ما قلنا الأشياء اللي فوق ينفذ لك إياها بشكل مباشر الطريقة هذه في الكتابة معنا أننا نحن محن قاعدين نستخدم الإيفنت فدائما لو ما نجي نبغى نسوي الإيفنت معين مثلا أنا بسوي الآن function خلينا نقول ودي لود نسوي حركة اللي هو بعطيه أول ما ينتي تحميل الصفحة أبعطيه بعد خمس ثواني يتم تغيير اللي هو المحتوف فأقول هنا set time out وهذه فنكتيني خليني أحط عملية خلينا نقول يعني أنفذ أعمل معين بعد مرور الوقت مثلا بقول هنا بعد ثانيتين الفين معنا ثانيتين أبقول هنا document.getElementById أقول هنا innerHTML يساوي hello from خلينا نقول JavaScript الآن أبجي وبحد الحدث هذا هنا أبقول unload load أنا أدي اسم الفنكتين اللي أنا سويتها اللي هي bodyload شكل هذا أنا أبغى تأكد أني جميع المحتوى اللي هنا اللي فيه التاق حق البادي يكون انتهى التحميل فأنا بأجي الآن وأقول له تعال ونفذ لي الأمر هذا لاحظ هذه welcome page الآن بعد ثانيتين تغير hello from javascript طبعا خلني بزود الوقت هنا وبنسوي شي ثاني وبنسوي شي ثاني هذه خمسة لاف أبقول هنا document.getElementById hello بعدين style أنا بقول نغير الخط كل الأشياء اللي حنا درسناها فيه CSS نقدر نحنا نسويها في المنطقة هذا عن طريق الـ style مثلا خلني بقول background لاحظ الفرق هنا بين CSS والجافرسكريبت في CSS كنا نكتب شي زي كده background هنا طريقة مختلفة نكتب background لاحظ color مثلا خلني نقول c-a 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 تمام طريقة نغير لون الخط هنا نقول له document.getElementById hello .style.teller أنا نقول build لاحظ الآن فحنا نقدر نغير الـ style ونغير جميع الأشياء اللي حنا نبقاها تمام الآن خليني باجي على الدف هذي وبسويه حركة موجودة نقول on mouse over تمام وبقول هنا on mouse out عباسوي toEvent خلني أمسح هذه الآن أنا ما أحتاجها الآن أبقى أسوي إذا تم عملية يعني مررنا المؤشر على الدف هذي يطلع mouse over إذا وخرناها يطلع mouse out فأنا هنا ممكن أقول فونكشن ماوس طلعا نقدر نسمي الاسم زي ما نبقى ماوس over فونكشن ماوس out بدي أغير المحتوى فقط اللي موجود أبقول هنا بالشكل هذا أبقول هنا بالشكل هذا هنا بنقول ماوس over the div وهنا نقدر نقول ماوس out of div خلنا إذا جاء عليها نخليها باللون الأحمر والخط هذا وإذا راح نخليها بالشكل اللي هو خلي نغير style ونقول right نخلي الخط هنا ماوس over ونخليها الآن هنا بنستدعيها هنا وبنستدعي mouse out بنستدعيها في المنطقة هذه الآن لو جينا هنا لاحظ لاحظ هنا بس بل ماكتب mouse off mouse out لاحظ الآن خمسة date لاحظ بس مجرد أن يجي صار عندي العملية هذه تمام تمام فهذه مهم جدا أن نحن نعرف اللي هو إشلون نحن نتعامل معها زي ما قلنا الإفنس اللي موجودة مهم جدا أن نكون عارفين وشي اللي موجود في الإفنس بحيث أن نحن نقدر ننفذ عملية بناء على اللي هو حدوث إفنت إحنا ما يحتاج أن نستمع وش الإفنت اللي قاعد يصير لأنه فعليا المتصفح قاعد يسوي لك الشي هذا بدالك فبالتالي كل اللي علينا أن إحنا نختار الاختيار الصحيح للإفنت اللي نبغى ونكتب الكود الخاص فينا اللي حن نبغى أن ننفذ في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكون استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة